أهلا وسهلا فيكم جميع متابعين على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات CFI إحنا معاكم بالملخص الأسبوعي اللي عودناكم فيه كل يوم أحد وأكيد معانا كبير المحللين في الشركة سيد مهند عرقات أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا بحضرتك أهلا فيك بداية سيد مهند يعني الأسبوع الماضي توقعات نجحت بخصوص الدهب واللي قبل كنت عم تحكي لنا عن الأسبوع مفاجأة أيضا كانت التوقعات بمحلها شو بتتوقع على هذا الأسبوع شو بيحمل لنا هذا الأسبوع طبعا التوقعات السابقة الحمد لله وخاصة لما تكلمنا عن الدهب وفرصة الاستهداف المستويات التاريخية للألف وثمانمية ولكن رح نرجع بعد شوية لموضوع الدهب عدم استقراره فوق المستويات الألف وثمانمية بالتداولات نهاية الأسبوع شكا عندي نوع من القلق أعلمه رح نحكي عنه بتفاصيل أكثر نرجع للأسبوع المتوقع هذا الأسبوع أنا رح أعطيه عنوان رئيسي هو أسبوع الإختبارات أيش المقصود بسؤول الإختبارات أنه العديد من مستويات الأسعار عم تتداول حاليا قرب مناطق سعرية جدا مهمة سوف تكون حساسة ومفصلية لتوقعات الفترة القادمة وعلى سبيل المثال لا الحصر أنه مثلا على سبيل المثال مؤشر داون جونز حاليا تداول قرب منطقة المقاومة الجدا مهمة اللي هي 26 ألف وارمية حيث أغلق بتعاملات نهاية الأسبوع 26 ألف ومية أيضا يعني هاي النقطة جدا مهمة سواء كصرحة داون جونز أو رجع عنها فمعناته إحنا عم نشوف ترند جديد خلان نحكيه أو مستويات جديدة من الأسعار بالضبط إحنا طول الفترة السابقة ست ليلة عم نشوف تحركات أفقية للأسعار عم نشوف في المستثمرين لا يشعرون بثقة كبيرة جدا لغاية الآن تجاه الأسواق وهذا اللي بيأكده مؤشر الخوف VIX أو مؤشر القلق عم بتداول بالمنطقة بين العشرين والثلاثين وإحنا بنعرف لما يداول ضمن هاي المنطقة هذا يعني بيطينا انتباع أن الأسواق في حالة تذبذب أفقي في حالة فقدان لإتجاه واضح وهذا الشيء اللي عم بنعكس على سلوك الأسعار خلال الفترة السابقة وخاصة أن مؤشر نايمكس أيضا الخامل الأمريكي عم بتداول أيضا قرب منطقة مقاومة مهمة عند الـ 41 العديد من الأسعار تتداول عندها من مستويات سعرية سوف تكون مفصلية وحساسة ولذلك الأسبوع القادم هو العنوان الرئيسي له هو أسبوع الاختبارات طيب أسبوع الاختبارات إيش يعني أهم الأخبار وأهم الأشياء اللي راح يتأثر على السوق إحنا يعني أسبوع اختباراته وبستنى اختبارات للنقاط اللي انت حكيت عنها ولكن هل في أخبار مهمة راح يتأثر على السوق أو السوق بستنها يعني عن جد شكرا على هذا السؤال الكتير مهم وكتير حساس وإجا في وقت جدا مناسب إحنا شفنا تقرير لمنظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي عندما استبعدت وجود علاج أو وجود حل لمشكلة فيروس كورونا خلال هذه الفترة وأن هذا الموضوع سوف يستغرق وقت طويل جدا وهذا الشيء ما زال عن بشكل القلق لدى المستثمرين من خوف من إعادة الإغلاق وإجراءات العزل وما يتبعها من تبعات اقتصادية سلبية أيضا شفنا وعلى أثر ذلك الرئيس الأمريكي في تصريح له يوم أمس أنه سوف يعيد النظر في اتفاق التجارة المرحلة رقم 2 مع الصين على اعتبار أنه ما كان فيه تعامل جدي من قبل الصين مع الفارس مما تسبب في انتشاره بالطريقة اللي احنا شفناه وخاصة أنه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي سجلت العديد من الأرقام القياسية في عدد الإصابات أيضا نترقب بنهاية الأسبوع القادم اجتماع قادس الاتحاد الأوروبي للنظر في خطة التحفيزة الهائلة والتي تبلغ بحوالي 750 مليار يورو أيضا ما ننسى أنه لدينا مجموعة من البيانات خلال هذا الأسبوع رح نبدأ بالناتج المحلي الإجمالي للبريطاني يوم الثلاثاء أيضا الفائدة الكندية يوم الأربعاء ويوم الخميس رح يكون حافل ببيانات التوظيف ومعدلات البطالة وطلبات الإعانة في عدد من الدول من ضمنها البيانات المتحدة استراليا وكندا وكذلك بريطانيا يعني شكله أنه أسبوع حافل بالأخبار بالبيانات أسبوع حسم أسبوع اختبارات مثل ما أنت حكيت احنا بنترقب هذا الأسبوع وأكيد نصيحتك للمستثمرين كلها رح ياخدوها بعين الاعتبار وأنا بدي أدعو كلهم يتابعوننا أنكم يتابعوا تقريرنا اليومي اللي احنا أكيد بنطلعهم من شركة CFI كل الشكر لإلك سيد مهند عريقات على هذه المعلومات اللي دارما تعطينا إياها وإن شاء الله أنه تكونوا عم تستفيدوا منها كل يوم أحد عم منطلع هذا التقرير وهذا الملخص الأسبوعي ومنتمنى زي ما حكيتكم التعبة وكمان الويبنار اللي بيكون كل يوم اتنين أيضا موجودنا سيد مهند عريقات وباقي التقارير اللي منصدرها شكرا كثير للجميع شكرا كثير شكرا شكرا